نسترسم حك ونسترسم المشاهدين نخلو مقاطع من المسيطة اليوم ثم عودة لننهي الجزء الختامي من دقائنا الخاص مع الدكتور وزير خارج الأسبق دكتور رفق عب اسلام يلا واضحة إذا تفاوه أحدكم مهما على تقامته بكلمة لا تعجبني فمكانه السجن في ذات اليوم وفي المساء تاهمت قوة مجهولة مقر سيد حمد جباني في سوسيا وقتاده هو زوجته إلى مقر من مقرات الأمن وشعر بالنفتهاد والخير حتى أن زوجته شفاه الله مصيبت في وعدة تماغية وهي موجودة الأهل في أحد المسحات فاني أنك يا سيد خيس سعيد هاهم الضحايا يتتالون لأنك تريد أن تستبدأ بنا هاي هذا أن تستبدأ بنا إنك لا تعرف الرجال إنك لا تعرف منه حماد جباني حماد جباني حفظة ستة عشر سنة حفظة ستة عشر سنة بالسجن ولم نتعوى بسيحة واحدة وخرج من باده الكريم الكبير ليعتلي الهكمة بتفعل من الناخبين قد تختلف مع حماد جباني واختلفته معه قد تعارض حماد جباني وقد عارضته ولكنك لا تختلف الرجال لأن الرجال تعرفوا الرجال أستاذ أحمد نجيب الشاب بقيادة جبل خلاص يقولي سعيد هاي هاتا تستبدأ بنا إنك لا تعرف الرجال وهو كذلك توصيف دقيق يعني قيس سعيد فعلا لا يدرك ولا يعرف معنى الرجال لكل يوم يعنيها يوسع صف الخصوم وكل يوم يستهدف قوة جديدة أو شخصية جديدة يعني حماد جباني تقريب كان ملازم الصمت في المدة الماضية لكن الرجل لم يترك له مساحة يعني استهدفوا في قوته استهدفوا في عائلته استهدفوا في سمعته لأن قيس سعيد لا يترك أحد مشروع الاستحواذ على السلطة يعني يتعو في رهاية المطاف أن يضيق على الجميع وأن يعتدي على الجميع على الأحزاب على المنظمات على الشخصيات إلى أن وصل إلى حماد جباني رئيس الحكومة الأسبق فعلا هذا يلخص مشروع قيس سعيد في نهاية المطاف لأنه مشروع سلطوي مشروع ديكتاتوري ولا يمكن للدكتاتورية أن تعمر بدون ما يعني تضيق الخناق على العجم ولذلك يدرك الجميع لو أنهم مستهدفون في ظل نظام قيس سعيد قيس سعيد ما عندون أصدقاء ما فيش قوة سياسية ما مسهاش الضر بشكل أو بآخر لأنه شنوه جوهر مشروعه جوهر مشروعه والتفكيك كل الهيئات الوسيطة والهيئات المنظمة من أحزاب ومنظمات وجمعيات في نهاية المطاف مشروعه أن يحكم الحكم المطلق والبلد ما فيش إلى صوت واحد لا صوته يعلو فوق صوت المعرك اللي هو صوت قيس سعيد ولكن التوانسة ما همش هبل بشي مشوا في المشروع وهذا ما عبر عنه اتحاد عام تس الشغل بالرغم بكونه يعني انتحى موقفا ربما داعي من أكثر منه نقدي منذ 25 جويلة في الأيام الأخيرة وبعد إصرار رئيس الجمهورية على أنه الحوار يجب أن يبنى على مخرجات ما أسمها بالاستشارة الكترونية اتحاد خذ موقف نقدي قال لا يمكن يكون كذلك يجب أن يكون حوار جدي وبالفعل انتحى موقعا يعني نقدي من سعيد الذي جعله يبقى وحيدا يعني من بقي معهم مؤسسات لا مؤسسات ولا منظمات ولا أحزاب لا حد بما في ذلك الأطراف اللي دعمته في البداية أو اختارة تكون في الموقع الوسط أو الموقع في الوسط تحت عنوان الخيار الثالث كل يوم يثبت قيس سعيد ويؤكد لهم اللي ما فيش خيار ثالث ما فيش إما خيار الانقلاب إما معي أو ضدي لأن قيس سعيد يشتغل بعقلية هذي كابوش الابن معناها خلال حرب العراق إما أن تكون مع غزو العراق أو أنت معي أو ضدي أنت عدو يعني إما أن تكون بصورة مطلقة مع قيس سعيد أو أن تكون عدو ويش معنى أن تكون مع قيس سعيد ويش معنى أنت شريك في المشروع السياسي أنت مجرد موظف صغير عنده معناها مهمتك مهمة تفسيرية معناها هو كأنه عنده القرآن المنزل اللي نزل من السماء والأتباع والمريدين مهمتهم أن يفسروا مش حتى يأولوا تفسير ما يقوله الزعيم المطلق لأن قيس سعيد يشوف روحه شخص ملهم ربما نبي ينزل عليه الوحي من السماء عنده مشروع قال أحد المفسرين شخص مشفتر وليش شفتر قال لي هو نعم اللي هو سيغير وجه البشرية قيس سعيد يتصور نفسه عنده مشروع مش التونس سيغير وجه التاريخ ووجه البشرية ولذلك دائما يتحدث عن المحطات التاريخية ويتحدث عن تغيير مسار التاريخ عايش الراجل معناها في أحلام وترهات يعني ما عندهش علاقة بواقع التونسين التونس سيعانهم الفقر والمجاعة وظنك العيش والراجل يحكينهم عن المشروع السياسي الخيالي اللي معدوش حتى علاقة بالواقع ما يعني قيس سعيد بدرجة أولى الآن هو وتأبيد الحكم تغيير نظام الحكم وتأبيد الحكم وفي تفتيك المؤسسات وليس أكثر من ذلك قضية معيشة التونسيين ووضعهم الاجتماعي والوضع التنموي لا يدخل في أجنب تهتمام ولذلك لو تشوف كم نسبة الوقت أو الخصصة قيس سعيد حتى بالخطب المتعل للقضايا الحارقة لتهم التونسيين والتونسيات تقريبا كانت تكون منعدمة هم الرئيسي هو معناها سبب خصومه ولا عنهم وفرض الأجندة السياسية الخاصة اللي ما عنداش حتى علاقة بأولويات التونسيين والتونسيات الدكتور رخالد شكات الوزير السابق والمثقف طرح سؤالا مستفزا ماذا لو لم ننقل تونس ماذا لو لم ننقل تونس يعني معنا ذلك أن البلد لقدر الله سيسير نحو انهيار كامل سنتحول إلى حالة معناها ربما ليبيا سابقة يعني معنا وضعنا أسوبي كثير لأن ليبيا كان فيها تروة عندها وكانوا ما زال عندها تروة نخطية قادرة على أقل توفر الحد الأدنى المعيشة للليبيين أحنا لقدر الله لو سيينهر وضع معنا ذلك التواصل ماشيين للمجاعة ماشيين لمزيد من الفقر والانهيار على جميع المستويات إن شاء الله ما نستوصل للوضع ذلك لأنه أنا ما زلت عندي ثيقة في مؤسسات الدولة وثيقة في وعي الشعب التونسي وكذلك في وعي النخبة السياسية التونسية فمع عملية استفاقة تزداد يوم بعد يوم حتى لكان عنده شيء من التردد وكان يريد أن يختبر هذا الانقلاب على أساس أنه بشيكون مشروع إنقاذ الجميع يتأكد اليوم أن الانقلاب ليس مشروع إنقاذ بل مشروع لإغراق البلد في مزيد من الأزمات والانهيارات لقدر الله نعم